بدت ليلة الافتتاح، ليلة رائع بالنسبة ليه لأنه يعني لقائي للناس وحسيت أنه حسوا هذه المعرض من أروع معارضي خصوصاً أنه أتى بعد معارض سابقة كانت معانيها تختلف عن هي عن المعرض اللي 2006 قبله كان اللي هو يطرق إلى موضوع الحرب العراق فإذن طبعاً مضامينا تختلف ورجعت البهجة إلى أعمالي بها تفاعل أكثر الآن فنعم حسيت أنه الناس فوجئوا بأنه استرجعت الرموز الأولى من أعمالي اللي استعملتها فبالنسبة للأشجار والتفاصيل اللي هي قريبة للنظر وقريبة للنفس الفكرة المعرض هي طرح هو جديد لكن في نفس الوقت له علاقة بأعمالي من 1971 عملت رسمت شجرة الحياة وبعد كل هذه السنين أحسست أنه هذا الموضوع بيودي أن أبتدأ مرة أخرى وأستنش أجد ما يمكنني من تنفيذه وطرحه فإذن شجرة الحياة هي تمثل الإنسان تشبث بالأرض تشبث بوطنه هذا اللي ردت أظهر فيها أعمالي والفكرة نعم أخذت وقت لكن هو التنفيذ أخذ وقت كثير لأنه كل لوحة بيها تكنيك جديد يختلف وكل لوحة تختلف تقريباً عن الأخرى حتى وصلت إلى 2010-2011 بدأت طرح فكرة الجنة المعنى مدهش وقليل من الرسامين في الوقت الحاضر في أوروبا وأمريكا يتمكنون من تحقيق فن بهذا المستوى هذا المستوى جداً جداً عالي لأنه تمكنت من تحقيق والتوازن بين التعقيد والاتتاق وهذه قليل من الفنانين الحديثين حديثين أقصد خلال هذه العشرين سنة الأخيرة تمكنوا من تحقيق هذا الشيء سعاد في هذا المعرض تحققت تمكنت أن تحقق هذا التوازن شجرة الحياة نعم ابتدأت بشكل هي القوة الصغامة تقريباً الجذور بير بدون خضار ثم النخلة الذهبية ثم نمت إلى الشجيرات والأشجار والأنواع من الطيور الخيالية فنعم ممكن أن نقول أنه من شجرة الحياة ثم صارت الجنة بالنسبة للألوان أنا داوماً استعملت اللون في عمالي دائماً خلي أقول أنه ألوان محددة يعني حينما أبدأ برسم شجرة الحياة يكون الألوان الترابية الألوان المتقاربة يعني ما يسمى البايليتة هي محدودة لكن حينما ابتدأت بكيف أرسم التفاؤل في إظهار الحدائق والجنة عدن إذن طبعاً أستعمل الألوان اللي هي فيها كثير من البهجة فيها كثير اللي هي تنطي نوع من التفاؤل إذن هي تختلف عن اللوحات الألوان اللي استعملتها في مضمون شجرة الحياة النخلة هي رمز أنا لم أجد هذا الرمز هذا لو تراجع كل تاريخ العراق فمنذ البدايات من السومريين وبالذات الأشورين الأشورين 1500 بي سي ترى النخلة هي رمز القوة رمز الصلابة رمز البقاء مع الإنسان فإذن هي استوحيت النخلة النخلة هي جذوري النخلة وأردت أظهار هذه النخلة باللون الذهبي المطعم بيها كثير من التفاؤل بيها الشموخ بيها التفاؤل فالنخلة بالنسبة إليها هي رمز والرمز هو ينطبق على الجذوري كعراقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر